اشتركوا في القناة التي تم تحديدها بعناية فائقة بما يحقق رؤية واهداف البرنامج والتي خلصت الى التالية اسماؤهم احمد سامي التاجر من وزارة الاسكان احمد صالح مجيران من صندوق العمل تمكين احمد عبدالعزيز بوعسلي من وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الا عباس الدرازي من ديوان الرقابة المالية والادارية حسن سعيد عبدالعال من وزارة الخارجية دانا محسن الشماسي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رؤيا جلال خلف من وزارة الصحة صفية محمود جناحي من صندوق العمل تمكين صوفيا عادل ديري من هيئة جودة التعليم والتدريب علي حسن شرف من تطوير للبترول علي خالد العريفي من وزارة الداخلية فاطمة خالد الرحمة من هيئة الكهرباء والماء فتون عبدالرحمن العمادي من وزارة الخارجية فيصل عيسى حماد من جامعة البحرين مريم أحمد حيدر من المحافظات الشمالية وهنأ سعادة الشيخ فهد بن عبدالرحمن الخليفة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منتسبي الدفع الخامسة الذين اجتازوا المعايير المطلوبة بنجاح للانضمام بالبرنامج من ضمن مجموعة المتقدمين مؤكدا أن البرنامج بفضل الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أثبت أن الكوادر الوطنية الشابة قادرة على تطوير العمل الحكومي بشكل فاعل بما يسهم في تحقيق مختلف التطلعات التنموية ولفت سعادة المدير العام لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى أن إقبال الشباب البحريني بالقطاع العام على البرنامج يدفع إلى مواصلة تعزيز المقومات القيادية وتشجيع القيادات الواعدة في القطاع الحكومي مشيدا بما قدمته الدفعات السابقة من منتسبي البرنامج من عطاء وإنجاز خلال فترة انتدابهم في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وحرصهم على التطور واكتساب المزيد من الخبرات متمنيا لمنتسبي الدفع الخامسة كل التوفيق والاستفادة من كافة الفرص التطويرية التي يوفرها لهم البرنامج خلال فترة انتدابهم مما يجدر ذكره أن المنضمين في برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية تنتهي فترة انتدابهم لدى المكتب بعد عام كامل من الانتداب ليعودوا بعد ذلك إلى مواقع عملهم في القطاع الحكومي لتطويرها بمختلف المهارات التي تم اكتسابها لرفض المساعي التطويرية بكل إبداع وابتكار اشتركوا في القناة